انت بتصرف كام على التدخين؟ علبة السجار او حجر الشيشة في المتوسط من 20 ل 30 جنيه تعاني حسبها بالعقل لو بتشرف في اليوم علبة او حجر يبقى في الشهر من 600 ل 900 جنيه وفي السنة من 7200 الى 10800 جنيه وعلى فكرة اللي بتصرفه على التدخين مش هو بس اللي بتشتري بيه علبة السجار او حجر المعسل تكمان بتصرف على علاجك من امرات كتير ممكن تجي لك بسبب التدخين زي اسطرة القلب او علاج كيماوي الورم او موسعات للشعب الهوائية او علاج لولادك اللي بتدخن جنبهم بس لو حسبنا الفلوس اللي بتشرب بها سجار او شيشة فالمبلغ ده حيفرق معاك ممكن يكون جزء من جهاز لبنتك او ابنك او ممكن تطلع بعمرة ولو انت راجل غاني والمبلغ ده بسيط بالنسبة لك فبالنسبة الناس كتير ممكن يحللهم ازمة وتقدي بيه دين واحد غلباء او ست مسكينة تحبست عشان مش عارفة تصد اصال الامانة اللي اشتريت بيه جهاز بانتهاء ممكن تصرفه على طفل يتيم او لمتطلبات مسجد او تفطر بيه صائم وبدل ما تقول دي عادة سيئة استبدلها بابادة صالحة اتبرع بتمن السجارة وانت كاسبه